مرحبا بكم مشاهدين الكرام في طريفة من طرائف الرياضة الوطنية ودائما مع سيم محمد شروق مرحبا بك شكرا سبسة ماذا في جعبتك الان؟ في طرائف السابق قدرنا كوريدا بغا نظره على البوكس ونظره على البطل العالمي معروف خليده راحيله لدى بطلات العالم الاحترافية في سبعة وتسعين في أمريكا راحيله مغربي ولدها ائلة مغربية ولكن وزاد فرنسا يعني عنده جنسية فرنسية جنسية مغربية وفي 1988 لعب الاقصائيات باش يمشي مثل فرنسا في كوريا في سيول على العب أوليبيا في سيول 1988 مستنتح المباراة النهائية والتقصى ولكن تقصى دول ما هو عدوانا والدليل هو من اللي جاء العطلة لعب مع اللي كي في فرنسا لا وكان در الاقصائيات باش يمشي مع فرنسا وتقصى في المباراة النهائية يعني التقصى وجاء في عطلة المغرب وكانت عندي علاقة قوية معه والعلاقة دي العائلة اللي يجي عندها في حي سيد البرنسي فتلقينا معه وجاء مقلاق وهذا وجاء مع دوسيت بريس وذلك الشيء عندما بدك دوسيت بريس تشت الباسبوردينه سبورتيف عنده هزيمة وحده هي هذي قبل الفينال فتلقينا مع اهل لوماتا جاءت لوماتا صحفي الله يرحبه قدميريكن ومشيت معه ومن القدميريكن من يشاف دار عليه صفحة صفحة توتين باج في لوماتا على الورو شكولي كذا رئيس الجامعة كان مرحوم بليوت بوش نتوف ورئيس الجامعة دي الملاكمة وصدعه دار التصال باش يجي عنده رحيله ومشيت مع انا واحد من العائلة ديره عبد الرحيم العامي وقال لكي بلاسيولا العاشق ورباعة كانوا في فرنسا وقال لي شوفوا الدير غدي يجي ودريم فرنسا وقد دخل مع بكوصوتقاسي وفعلا نجاوا ودخل معهم ونسجم مع الدراري ومشى الكوريا باسم المغرب اظروا ما يقع في كوريا غدي يتلقى مع المتخب الفرنسي دي الملاكمة وقال لي شوفوا راحيله وقال لي مع المغرب وقال لي باش نتجي دي وقال لي معنا شوفي ماروكا وقال لي معا دبوز دخل عام اقصائية تعقى فرنسا وقال لي مع المغرب لا المغرب بكيش اقصائية المغرب بجاء مباشرة لانا لانا ذكي البصبور دياله وسبورتيف تيش هد باناورا ملاكين في المستوى كان راحي بلغط بوش نتوف كان عنده العين كيش كان كيلو نحو في ال 80 لائم وكان يتطوع لاناورا مباشرة فرنسا وعطاء جميع文 يصبح على مرات جامعة وهذه عشر انطلاقة نحو понимаю بأن العملاء على العملاء في 88 تتنتظم في سيول كوريا الجنوبية تتنتظم في سيول ومثلت بطولة فرنسا و بطولة أوروبا و بطولة العالم في 1997 و في 1998 دافع على بطولة العالم هنا في الضر البيضة ضد أمريكي جاكوبوفسكي ونتصر عليه ورحله كان عنده قادية هو بيسكو كيف يلعب في بطولة العالم وكان يتغنى النشير الوطني الفرنسي وكانت يقولون إليه في تركيز الأمريكي يلعب بالنشير تحت النشير الفرنسي ولكن يتغنى ما هو كان لما كانت تتوري بشكل الأمريكي فيه الرئيات المغرب يعني كنت يقولون أنه مع فرنسا ومع المغرب ومن بعد ذلك يستقر في المغرب وقد يولد في المغرب ويعني لأنه مغربي 100% شكرا سيشروق مرة اخرى نعيدكم بطرائف كثيرة سواء في كرة القدم او في ريادات اخرى غادي جبالنا سيشروق في المرة الجاية ان شاء الله شكرا مشاهدين الكرام والى اللقاء